بينما سهلكت أخبار الفساد والحديث عن مكافحته شطراً من عمر الحكومة الماضية وامتدت إلى الحكومة الحالقة دون أن تمس شعرة من جسدها تتجه الأمور اليوم إلى الحديث عن تحركات الإفشال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله رئيس الوزراء عبد العبد المهدي بهدف الإطاحة بالفسدين كما قيل عند تأسيسه مصادر خاصة ذكرت أن عبد المهدي أعد خطة خاصة للإطاحة بالوزراء والمسؤولين والمدراء العامين والوكلاء المتهمين بالفساد المالي بعد إصداره أمر ديواني بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وأضف تلك المصادر أن عبد المهدي تحصل على معلومات تفصيلية ودقيقة ووثائق عن الأسماء الكبيرة الفاسدة وبعضها لديها نفوذ في مختلف قطاعات الدولة مبيناً أن هناك تحركات سياسية لإفشال عمل المجلس من خلال تعيين رئيس أصيل لهيئة النزاهة ومنحه صلاحيات للقيام بعمله وليس بالوكلة في الوقت ذاته أكد وزير العمل وشؤون الاجتماعية السابق محمد السوداني أنه لن يكون لمجلس مكافحة الفساد قيمة دون ضرب رؤوس الفساد الكبيرة وهيئاتها الاقتصادية ورأى السوداني أنه بوجود كل من ديوان رقابة المالية ورئاسة لدعاء العام وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين ورقابة مجلس النواب ورقابة مجالس المحافظات لا تبقى حاجة حقيقية لتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بموازات ذلك يقول النائب كاظم صيادي إن على بعض أعضاء مجالس مكافحة الفساد الذي أعلنه رئيس الحكومة شبهات فساد وأضف أن تنظيرات عبد المهدي بحسب تعبيرها لم ترى النور إلى الآن مشيرا إلى أن بعض الفاسدين أعيد تدويرهم ليشكل بهم مجلس مكافحة الفساد الأمر قد يأخذ مدية أبعد مع الخشية التي أبداها عضو اتلاف النصر علي السناد من الإضاحة بعبد المهدي إذا تصدى فعليا للفاسدين وهو ما قد يضع الأخير بين خيارين أما المهنية والنزهة التي قد تطيح به خارج منصبها أو تخلي عن الشعارات التي رفعها عند استلامه المنصب وبالتالي بقاؤه كحلقة رئيسية في مسلسل التدهر الذي يعيشه العراق والمؤشرات تقول أن الثانية هي الأقرب والأسلم لها